أكدت الإدارة العامة للطيران المدني حرصها على إقرار حقوق الموظفين العاملين لديها مؤكدة أنها لا تنتظر مطالب من نقابة العاملين بإدارة طيران المدني لإقرار هذه الحقوق تحت تهديد بالإضراب أو التلويح به وقالت الإدارة في بيان أنها فوجئت يوم أمس ببيان صادر عن نقابة العاملين بالإدارة معلنة فيه انتهاء المهلة التي وضعت لإقرار مطالب الموظفين وبدء عملية اعتصام جزئي ابتداء من يوم غد الثلاثاء وأضافت أنه لا قبول للتفاوض مع النقابة في ظل التهديد والوعيد بالإضراب والاعتصام واللجوء للمنظمات العمالية الخارجية لا سيما الاجتماع الأول معها كان إيجابيا جدا في ظل مد الطيران المدني يدى التعاون مع وجود تفاهم من قبل الإدارة العليا للمطالب شريطة أن تكون متوافقة مع القوانين الإدارية المتبعة في الدولة وقابلة للتحقيق